رئيس التلفزيون النمساوي ودافع عن مقابلة مثيرة للجدل مع السفير الفلسطيني ودي كانت في النشرة التانية مع أرمين فولف وكان هناك طبعا جدال بين السفير الفلسطيني وأحد قادة أو المتحدثين الرسميين من الجيش المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريش الكار أستاذ أحمد الموضوع ده يمكن تصعد وكان أول انتقاد صدر للرئيس التلفزيون أو على اللقاء ككل كان من رئيس البرلمان سبوتك وانتقت فيه التلفزيون انتقت فيه أن هو المفروض ما كانش يكون موجود السفير الفلسطيني باعتبار أن الهجمة كانت من قطاع غزة فما كانش المفروض يكون موجود واللي دافع عنه رئيس التلفزيون وقال لا احنا دولة حريات احنا إعلام حر فيجب أن يكون هناك عرض للرأي والرأي الآخر وقال أن اللقاء كان محق واللقاء كان في مكانه بس خليني أسمع منك قبل ما أسمع هل انت شايف إلى هذا الحد الخطاب اللي كان أو الحوار اللي تدار مع السفير الفلسطيني هل كان مناسب للأحداث اللي احنا موجودين فيها أم كان لابد أن يكون هناك خيار آخر أو توقيت آخر أستاذ عبدو صراحة يعني الموقف الفلسطيني والحالة الفلسطينية مع الأسف مشهد مؤلم للغاية ومشهد دموي للغاية يعني مع الأسف ما نشهده من أحداث في غزة ما نشهده من أحداث مؤلمة في لبناء ما نشهده من أحداث مؤلمة في المنطقة عموما يعني التي تعاني من هذه الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط ولكن يعني كما سؤالك الدقيق اللي تفضلت فيه أنه موضوع أنه شو عفون شو كان أنه إلى أي حد إلى أي حد الحوار اللي هو بتاع السفير الفلسطيني كان مناسب أو متوافق مع الأحداث تماما يعني بصراحة حوار السفير الفلسطيني طبعا يمثل السلطة الفلسطينية السيد صلاح عبد الشافي السفير الفلسطيني في فيينا يعني مع الأسف خطاب السلطة الفلسطينية السيد مدوح اليوم يفتقر إلى عوامل عوامل المرحلة التي نعيشها صراحة حالة الصراع اليوم لا نعيش نحن صراع صراحة فلسطيني إسرائيلي نحن نعيش اليوم صراع صراع دول على الحالة الفلسطينية إيران من جهة الدول العربية من جهة إسرائيل من جهة تركيا من جهة أمريكا وأوروبا من جهة أخرى إيران طبعا إيران إيران اللاعب الأبرز اليوم اللاعب الأبرز في الكرة الفلسطينية صراحة آسف يعني بإسمعني سأسميها اليوم يوجد كرة فلسطينية بصراحة تتلاقفها أقدام إسرائيل وأقدام إيران كما يريدان أبدا أبدا ولكن لا 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 إيران لبنان هي إيران غزة هي إيران ولكن اليوم فلسطين ققضية ليست أكثر من كرة تأخذ الضربات من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب الإيراني من خلال إيران وميليشياتها المعروفة طبعا والخسر الأكبر هو من شعب هو فلسطين هو فلسطين الذي تلقى الضربات وليس له أي ذنب هذا الصراع فبالتالي سيد الكريم سؤالك لتفضلت به هل خطاب السلطة أو خطاب السفير الفلسطيني يرقى أبدا لا يرقى أنا في حوار السفير الفلسطيني هنا هنا يعني قبل أسبوعين من أيام الانتخابات قال لي بالحرف الواحد بالحرف تخيل تخيل هذا شخص دبلوماسي ومحسوب على السلطة شو بقول؟ بقول ما لا تستطيع السلطة الفلسطينية إنجازه تقوم حماس بإنجازه كيف يا سيد يا رئيس يا سفير أنت عفوا تتحدث على أن حماس تقوم بتكميل بإكمال ما لا تستطيع فتح أن تقوم به أنت تعرف يا سيد ساعة السفير أن العديد من دول العالم العربية والأوروبية وغيرها تعتبر حماس تنظيما إرهابيا وتعرف أن حماس دمرت غزة ودمرت أهلها لن ندخل بتفاصيل بصراحة ليس بمقامها ولكن ولكن الدبلوماسية الدبلوماسية واللغة السياسية المتوازنة تطلب الآن بهذه المرحلة أن نسمي الأشياء بمسمياتها يعني أنا لا أريد أن يقول حماس تنظيم إرهابيا ولا أطلب من ذلك طبيعا لا يقول ذلك ولكن يجب أن يقول أن إيران هي لاعب أساسي في المنطقة وتلعب بحماس وتلعب بحزب الله وتلعب بالحوثي وتلعب ببشار الأسد وتلعب بكل من صراحة تساجره وتدفع له فصراحة خطاب السلطة الفلسطينية المتخشب الحجري أنا أراه أنه انتهى زمانه ولن يكون موجود في المرحلة المقبلة السلطة الفلسطينية اليوم يا سيد الكريم أصبحت خارج اللعبة لم تعد مقبولة حتى على المستوى الفلسطيني أنا أيضاً السيد السفير يعني اتقيته في لقاء خاص قبل أسبوعين بيصير حوار بيني وبينه بيقلي أحمد أنا لا أرى أن حزب الله إرهابي وأن حسن نصر الله إرهابي وكذا قلت له لا يا سيد الكريم إرهابي فتخيل يا سيد الكريم أشخاص أشخاص لا يستطيعون أن يسموا الأشياء بأسماؤها الحقيقية هؤلاء خارج خارج هؤلاء بصراحة السلطة الفلسطينية السادس ممدوح خارج معادلة فلسطين حسب ما أراه طيب بما أنك ذكرت يعني حسن نصر الله طبعاً قامت إسرائيل اغتياله اغتيال النائب بتاعه اللي جاء بعده وحالياً دلوقتي إلى الآن لم يسمى في حزب الله بالأمس تم اغتيال يحيى الصنوار الرئيس المكتب السياسي لحماس هل بإغتيال يحيى الصنوار هيكون هناك وقف الإطلاق النار وأعادة الأسرى اللي موجودين لدى حماس وأن يكون هناك عملية سياسية تتم على الطولات ويقف عملية النزيف من الدماء متتوقع أن يكون هناك تغيير في المنطقة بصراحة بعيداً عن تفاصيل كثيرة بعد الترحم على أرواح المدنيين الذين سقطوا في غزة بصراحة أنا كتبتها في اليوم وفي الأمس على تغريداتي الخاصة على مقتل السيد يحيى الصنوار والذي مع الأسف كان له مواقف مخزية كثيراً بأشياء السوري والعراقي واللبناني والأحوازي مات وحيداً وغريباً بعد أن ائتمنى الإيراني الذي باعه بأرخص الأسعار فما استطاع تقديم شيء لغزة سوى الدمار ولا استطاع تسجيل موقف بطولي باستفافه مع شعوب المنطقة الداعية للتحرر من كل الاحتلالات فيها الإسرائيلي فمات ميتة جاهلية والله أعلم احترموا الدماء لو سمحتم كما احترمناها دائماً منشور آخر أما كان لحماس أن تقاوم دون أن تهين شهداء ثورات سورية والعراق واللبنان واليمن والأحواز أما كان من الأجدى لها أن تبقى في ضمير الأمة دون أن تكفر كل من يختلف معها ولكن من نفع لقد حق القوم فبالتالي يحيان سنوار كان بلعب دور ثلاثي في حركة حماس هو كان رئيس المكتب السياسي بغض النظر سيد الكريم العسكري يعني أنت شاهد بس يعتبر هل دي ضربة الحماس هل كده نقول حماس انتهت سيد الكريم حماس انتهت سيد الكريم حزب الله انتهت هذه كل الجماعات التي دعمها إيران التي تشغلها إيران التي تشغلها إيران انتهت صلاحيتها هل نستطيع هل يوجد عاقل في العالم يسمي ما يحدث اليوم في غزة انتصار بعيداً عن محور الضلال اللي اسمه الجزيرة والإعلام الذي يستحمر العقول هل يوجد عاقل يستطيع أن يسمي ما يحدث في لبنان انتصار لا طبع لم ينلاقي عاقل يسميلي انتصار يورجينا شو مفردات ومعطيات هذا الانتصار بعيداً ولكن بعيداً عن تحليلات لدواري رجاءً بعيداً عن تحليلات لدواري يجي إلي يعطينا انتصار حركة حماس المبجلة القائدة المشعارف المقاومة أنها سجلت انتصار ما في غزة فليعطينا ملامح هذا الانتصار لو سمحته يعطينا أوراق يعطينا شيء حقيقي ترجمة نانسي قنقر